دياب طويل مساء الخير بكل أحمد مساء نوري أهلا بك هنتكلم على إيه النهاردة هنتكلم النهاردة عن الطاقة الإيجابية ورمضان الله في البداية الأول أعيز أقول إن موظم الناس عندهم معلومة أو عندهم فكرة إن الشياطين بتسلسل في رمضان ده بيقوله كده طول أوروب أقوله كده وهتكلم فيها النهاردة من ناحية علمية أولا الميزة اللي ربنا وضعها في الكون إن لا يكتمع الضدين في مكان واحد يعني لا يمكن النور والضلاء والظلام يكتمعوا في مكان واحد صح لا يمكن حد يبقى فقير وغني في نفس الوقت لا يمكن حد يبقى صحيح ومريض في نفس الوقت صحيح ولا حد سعيد وحزين في نفس الوقت فالشياطين والملايكة لا يمكن يكتمعوا في نفس الوقت وبالتالي رمضان لو جينا نشرحها بقى من منظور الطاقة حركة الكواكب في الكون وحركة الشمس بتغير الترددات الموجية اللي بتحصل في الكرة الرضية كلها وبالتالي بالنسبة للصلاة بقى كل مجال أو طول موجي بيفرق الجسم بيتسفيد منه بدرجة معينة يعني مثلا العلماء وهم يدرسوا الطاقة اكتشفوا إن بيبدأ الطول الموجي بيتغير في الجو مع دخلة كل معات صلاة واكتشفوا كمان إن في غدة من الغدة بتسلم وغدة بتشتغل مع دخلة كل وقت صلاة ياه وبالتالي ياه الحتة المهمة جدا ايه بقى لو أنا دلوقتي دخل مسلا وقت الظهر كويس أنا معي أول ربع ساعة أكتر وقت الاستفادة من الضاقة في الوقت ده وبالتالي نقطة بس المهمة عشان الانسان يستفيد من هذه الطاقة لازم يفصل كل افكاره ويعمل ميديتيشن ميديتيشن او يقف يصلي مم يعني مسلا حنقول ان الظهر بيقدن على 12 مسلا تمام ارد جدل من 12 ل 12 ربع ده اعلى نسبة للطاقة ايوه اول ربع ساعة تلتة ساعة هي اعلى وقت في التغير الموجدة وبتقعد تقل 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 لغاية دخول وقت العصر واجتشفوا حاجه غريبه جدًا كمان ان الظهر والعصر تقل 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 تق لقوا بقى ان في شهر من السنة الموجات الطاقية دي كلها تتكافف جدا 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 حوالي 29 أو 30 يوم اللي هو شهر رمضان. على فكرة العلماء بتقعوا الطاقة دلوقتي بيئسوا بيعرفوا أنه دخل من الطاقة وإن شاء الله بإذن الله بإذن رحمه ورحيم ليلة 27 كمان في كازا عالم بيئسوها من دمنهم الدكتور إبراهيم كريم بيعرفهم على الصفحة بتاعته يا جماعة دخل ليلة ليلة الأدر بإذن الطاقة كلها بتتفجر الأجهزة وكلها بتترعش من كتر الطاقة طيب يعني خلينا بردو نأكد ده شيء فعلا جميل جدا عارفين من القرآن بإنه المحافزة على موقيت الصلاة في وقتها ده أفضل شيء ولكن ده فعلا بالممارسة الواحد لما ما بيصليش فعلا في وقتها بيبقى بيلهس عشان يلحق قبل ما العصر يدن وبيبقى متدايق وبيبقى مخنوق ويحس بخمول بالزبط يعني علاج علاج الديء والخنقى والخمول في ناس كتير ممكن نشوفهم يبقى عارف هدفه وعارف ومفوض يعمل إيه بس قاعد نكسل مالوش نفسي يعمل إيه صح جدا جدا بسبب انسحاب الطاقة من الجسم ما وخلي بالك إحنا ربنا خلينا جسد وروح إحنا تعودنا نأكل الجسد ونسين نأكل الروح فالروح خاملة فالصلاة في موعدها هي لبتشحن الجسم وعلى فكرة يعني أنا يمكن مش قلناها في حلقة قبل كده ان ربنا خلينا عشان ندعو فيستجب لنا فنستمتع ونشكر ونحمده فيزودنا بالزويس